حيتان الفساد في العراق آفة تسببت منذ عام 2003 بهدر كبير لأموال الدولة يقدر بمئات مليارات دولارات وعلى الرغم من تأكيد وجود أدلة دامغة على حالات وصفقات فساد إلا أن تحقيقات السلطات الحكومية لم يسفر عنها حتى اليوم ما يحاسب رؤوس الفساد ويعيد للدولة بعض هذه الأموال هذه الوقاع أكدها إعلان هيئة النزاهة عن ضبط مدير عام في وزارة الإعمار والإسكان متلبسا بتسلم رشوة مالية قدرها 15 مليون دينار عراقي كذلك إعلانها إلقاء القبض على عدد من المسؤولين والموظفين بوزارة النفط ضمن محافظة واسط من دون الإعلان عن أسماء أو الإعلان عن محاسبة أي فاسد على الملأ وهو نهج مشت عليه الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 ادعاءات رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي بمحاربة الفسد ما زالت محطة انتقاد كبير من جهات محلية ودولية إذ إنها وبحسب هذه الجهات لم تفتح أي من الملفات التي تتعلق بكبار السياسيين وزعماء الكتل السياسية الكبيرة في البرلمان ورؤساء الحكومات السابقة واقتصرت على من هم بدرجات وكيل وزير ومدير عام فما دون هذا التفشي الكبير للفساد في مفاصل الدولة والفشل الحكومي في محاربته أكدته كذلك تصريحات عضو مجلس مكافحة الفساد السابق سعيد ياسين قائلا إن محاربة الفساد تعني محاربة الدولة فهو مدمج بهيكليتها ويملك المال والنفوذة والسلطة والسلاح وتشكل محاربة الفساد رأس مطالب التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة التي شهدتها البلاد منذ تشرين الأول عام 2019 ولا تزال حيث يصنف العراق من بين أكثر دول العالم فسادا بمجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية وما زادت طين بلة في هذا البلد الأزمة المالية الخانقة التي ضربت أوصاله منذ شباط الماضي إثر انهيار أسعار النفط وتداعيات جائحة فيروس كورون وهو ما زاد وطيرة مطالبات الشارع بفتح ملفات الفساد واسترداد أموال العراق المنهوبة